سلام حبيباتي مرحبا بكم فيديو جديد اليوم راح نكمل لكم تسلسلة بتاع اطباق ام يوسف اليوم حبيباتي راح ندير معاكم حريرة مغربية بطريقة سهلة وبسيطة لا تقاوم في بنتها نبدأ وعلى بركة الله والصلاة والسلام وعلى حبيب الله احنا حطينا الخضراء اتقاع الخضراء ماذا عندك تحطي اللفتزرودية القرعة البسبس وش يكون عندك حطيه الاطماطيش رانا دايرين قشرتها وقطعتها المربعات وحطتها الداخل هذه ربطة تحشيشة يعني هي الدبشة ولا الكسبر كل واحد واشي يقول لها وهنا درنا المعدنوس قطعنا على هذا الشكل كما كتوفو ما عندكم حاجة ما متحطوها كبيرة خطيح نرحوها وهنا زدنا زج عرفة كرافص قطعنا كما كتوفو وهنا حطينا اللحم اختياري اللي كاي اللي يحبو يديروها بالجاج وحدها كاي اللي يحبو يديروها الحم ووجاج الوش عندك في الدار ديري المهم يكون شوية عظم بس تلقي البنه وخلاص هذا ما كان هنا هي درد مرسوة على الحم ومرسوة على الجاج بعد ما يطيبونها راح تفدو وكي تعقدها راح تعود ترميك في الفلاكوكوت تعنا اهنا درد ليزي بيس درد تراس الحانود فلفل لكحل كوركم وسكنجبير كما كتوفو نحطوهم كما كتوفو بعدها ندوها احنا النورمال مون نقلوها شوية تتقلة تغطيها ودخليها تتقلة شوية الفق النار هنا الملح لازم الملح يختياري كل واحد كيف يشي ملح دروا لها هنا مقدار تعزيت اه زيت راح تدير لقس تلت مغارف والاربعة قاش دارت كمية معطبارة متاع الخضرة باش ما تجيش اه نشفة لازم دير لها الزيت اهنا دارت تلت مغارف ووسحت لها شوية نحسبوها عربعة عربعة مغارف زيت احنا نحطوها فوق النار ونخلوها شوية ونبعدها نخلوها تهبط هذه الخضرة شوية ونبعدا نمرقوها بالمس سخون ونغلقوها على كوكوت مدة خمسة وعشرين دقيقة وراح نولو معاكم بشكل كبير راح نديرو لها العقدة التاحة هاديك العقده نديرو جدوها قبل ما طيبنا باش تشرب شوية الفارينة التاحه باش كنحطوها تكون شربة يسمة تعقدها ملاح مشي فسدنا الميزة بتاع العقدة اضعها فوق النار و بعد ذلك حبيبتي نعود و نقول لكم هنا حبيبتي هادية تزوج مغارف تفارينا نضعها و حبيبتي قارس نضع التقيلة و نضع نضع القارس يتم احصرها ثم أولاد ونضع الماء نضع جوء مال فتحتها لكي يتم تحديث بخير فتحتها لكي يتم تنزل فتحتها لكي يتم تحديث ثم تضع بخير تضع مليح فارينة لا تضيف حبيبة لا تضيف حبيبة في الشربة سخونة يجب أن تضيفها لكي ترتاح وقت ثم تضيفها لداخل بداخل نحن جبدنا من فوق النار نضيف الحمدى بداخل تضيف حرير ثم يجب لن اضيف الحرير ونضيف الحرير ونضيف الحرير يجب أن تضيف الحرير اما هو الحرير هي أنه المهم بأن هادئة من عائلة الشربات الحرير الحرير البويون ووادوه الكريمي ونحن ترحيفه فهو يقدم ترحيفه ترحيف ملح يقولي هذا الكريمي تقولي سهل كريمي يجب أن يكون وضعك ترحيفه ملح نضيف الخلط بالقارس والماء والفارينة نضيف الحساء كما يكومون لتخلطون ملح لكي يجنس مباشرة لكي لا تقوم باستفاد الحبيبات و لا تغير الحبيبات هذه الحريرة التي تلقيها محرحرة هذه الحريرة على اصولها لازم تبعي هذه الطريقات تدريجيا حتى نهاية الفيديو كيف تديرها على اصولها كما قد شاهدوا وقامتها في الوقت 5 دقائق و ترحي و ترحي لتعطي هذه الكريمة في الخضراء لا ترحي تجعل البطاطا و تجعل البطاطا و تجعل تأكل هذه الحريرة لا ترحي ملاحة لازم ترحي ملاحة و تطيب الخضراء ملاحة تحتوي على حدر الخضراء و تكن الحريرة حتى تشرب الخضراء حساء و تنقلبك كيف ترحي مع جزء لقد نتجوزوا لطبق التقديم بعد ذلك نتجوزوا لطبق التقديم و قمت بترحي ملاحظة كوزينتها الرائعة جدا اللي عجبتني انا بساف وانتو ما لا كانت عجبتكم اكتبونا في كومنتر وهاك انتو ما راكم تدعموا فينا واحنا نعطيولكم كل ما هو جديد حبيباتي هاي لك الحساء كما كنت شوفوا عقدة لون التاحة يهب البلكركم والبنة ما نقول لكم حاجة من اروع ما يكون حبيباتي هادو تديروها لوليداتكم للناس كبار اللي يقدرو يشربوها ويجيهم سهلة ويستبنوها يعني وين تديريها لضيافك حاجة بخيزنطابل ان شاء الله تكون عجبتكم وما تنسون ناش ليجا مولي كومنتر وتروخوا لصفحتنا على الاستجرام ونتلاقوا في فيديوهات واحدة اخرى وباي باي موسيقى 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 موسيقى